زكريا محي الدين اتولت في كفر الشكر في 5 يوليو سنة 1918 قائد عسكري وسياسي مصري وكان أحد أبرز الزباط الأحرار وتولى عدة مناصب سياسية هي رئيس وزراء ونائب رئيس الجمهورية وأول رئيس للمخابرات العامة فيما تولى منصب رئيس الجمهورية لفترة يومين كاملين عندما تنحى الرئيس جمال عبد الناصر عن الحكم في أعقاب هزيمة 1967 ولما لجى الجمهير بالطالب بعودة عبد الناصر استقال من منصبه كرئيس جمهورية وسلم الحكم للرئيس جمال عبد الناصر من تاني رحل عن علامنا زكريا محي الدين وهو يبلغ من العمر 94 سنة يوم الثلاث الموافق 15 مايو سنة 2012